بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترين طبعا بلتقي بحضراتكم النهاردة بعد فوز الأهلي بدور أبطال إفريقيا طبعا كانت احتفالات تصاخبة لجمهور النادي الأهلي على مدار السلسة أيام الماضية بالتأكيد بطولة إفريقية جديدة تضاف إلى رصيد إنجازات النادي الأهلي لكن النهاردة النادي الأهلي بيبدأ تحدي جديد تحدي السلسية بعد الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا تحدي الفوز بكأس مصر نتمنى التوفيق لرب النادي الأهلي النهاردة في مباراته لأن الفريق عنده مباراة مهمة جدا مع نادي الاتحاد السكندري في إطار مباريات نصف نهاء كأس مصر المباراة الساعة 8 على استاد السويس الجديد نتمنى يا رب التوفيق لنادي الأهلي وتكون بطولة جديدة تضاف إلى سلسلة بطولات وإنجازات النادي الأهلي لكن وبنسبة المباراة نطرح السؤال المتعلق بتوقعاتكم لتشكيل مباراة الأهلي اليوم أمام الاتحاد السكندري جاوبونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة من برنامج التريند نستعرض مشاركات حضراتكم وتوقعاتكم للتشكيل اللي بصراحة جمهور النادي الأهلي بتوقعها بنسبة 100% لكن خلونا نبدأ بعنوين حلقة النهاردة في تريند الأهلي الفريء الأول يواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر وكمان في تريند الأهلي صفقات الأهلي الجديدة تظهر في تشكيلة موسماني اليوم وفي التريند العالمي ليفربول يواجه آيكس في دور أبطال أوروبا نهاردة بالتأكيد في عدد من المباريات ومباريات القوية والمصيرة لكن طبعا أهم شيء مباريات اليوم في كأس مصر في مبارتين في التوقيت الحالي الزمالك واجه طلائع الجيش طبعا في إطار مباريات نصف نهائي كأس مصر والأهلي في مواجهة قوية مع الاتحاد السكندري الساعة الثامنة من مساء اليوم لكن في إطار نفس اليوم في 8 مباريات في دور أبطال أوروبا في مبارتين الساعة 8 إلى 5 اللوكوموتيف موسكو هيلعب مع ريت بول سالسبورج الساعة 8 إلى 5 أيضا شاختار دونتسيك الأوكراني هيلعب مع ريال مدريد الأسباني والساعة 10 في مجموعة من المباريات القوية أكلتكم مدريد مع بايرن ميونيخ بروسيا مونشنجلاتباخ مع انتر ميلان بورتو هيلعب مع منشستر سيتي الإنجليزي مارسيليا الفرنسي مع ألومبياكوس الينانو اليوناني لوفربول الإنجليزي هيلعب مع آيكس أمستردام الهولندي وأتالنطا في مواجهة أخيرة مع ميتلاند بطل الدينمارك مباراة قوية جدا لكن بالتأكيد النهاردة يوم مهم جدا لأن النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد الحاوي وليد سليمان النهاردة عنده 36 سنة طبعا مشوار طويل من الإنجازات والأرقام الطيبة مع النادي الأهلي 6 دوري عام 1 كأس مصر 6 سوبر مصري 2 سوبر إفريقي 1 كأس كونفيدرالية لعبتين 77 مباراة سجل 68 هدف ابتقدناه في نهاية دوري أبطال إفريقيا لكن بالطبع كانت أهم شيء صحته وسلامته ونتمنى له التوفيق يا رب بإذن الله ويعود سالما خلال الفترة اللي جاية الحاوي فالأهلي ليس لديه ساحة ولكن لديه حاوي يستطيع أن يحرز أهداف متميزة تصعب على أي مهاجم إحرازها مثل الحاوي وليد سليمان كل سنة وانت طيب يا كابتن وليد بعد الفاصل كلام مهم جدا في ترند الترند أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند في ترند الترند النهاردة عندنا 3 عنوين مهمين جدا طبعا وقتنا هيكون سريف عن التكلم بإقاعه بسرعة لأن كمان الكلام ده مهم بالنسبة للمرحلة الجاية أول نقطة وأول عنوان وهو متعلق بمباراة اليوم بين الأهل والاتحاد السكندري في إطار نصف نهائي كأس مصر نقدر نقول عنوان مباراة النهاردة هو تحدي جديد لبيتسو موسيماني ليس تحدي لإثبات الثقة ولكن هو تحدي في فكرة خلق الدوافع الجديدة لفريق بطولات بيسعى لتقرار إنجازات طيبة تقررت في بداية الألفية الجديدة فترة من 2005 لغاية 2014 حوالي بنتكلم في تسع سنين ما بين الفوز بدوري وكأس وكأس السوبر وابطولة إفريقية ومركز جيد في كأس العالم للأندية وبالتالي هنا بيبقى التحدي للجهاز الفني خاصة في الأهل بعد الفوز بدورة أبطال إفريقيا إزاي تخلق دوافع جديدة للاستمرار في مسيرة الانتصارات وتحقيق بطولات وإرضاء طبعا الجماهير العريقة جماهير النادي الآلي في كل مكان نتمنى توفيقي رب للجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي المتميز بيتسو موسيماني مع اللاعبين أبطال إفريقيا في مباراة كأس مصر طيب ممناسبة إفريقيا خلال الساعات الأخيرة احنا بنتكلم النهاردة 1 ديسمبر 1 ديسمبر يعني بنتكلم خلاص حدود عشر أيام حسب ما تم إعلان الفترة الأخيرة أنه هيكون موعد مباراة السوبر الإفريقي طبعا بنحاول قدر الإمكان في برنامج التريند نحن نقول لكم المعلومة الصادقة والصحيحة والرسمية من مصادرنا سواء في الاتحاد المصري أو الاتحاد الإفريقي هستعرض معكم اللي تم خلال الأسبوع الماضي قبل موعد نهاية دورة أبطال إفريقي أول حاجة يوم 22 نوفمبر خرج الأستاذ عمر الجليني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولي واللي بتخوض اتحاد المصري لقرط القدم بتصريح قال أن قبل 19 ديسمبر سيكون موعد السوبر الإفريقي وستلعب المباراة على أستاذ القاهرة الدولي قال قبل 19 ديسمبر لكن في اليوم التالي أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في حينها أن مباراة السوبر الإفريقي هتكون يوم 10 ديسمبر القادم طبعا التصريحات دي كانت في يومين متتاليتين والتصريحات متنقضة وعكس بعض ليه متنقضة وعكس بعض لأن الغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي الاتحاد الإفريقي أعلن بشكل رسمي أن مباراة السوبر هتكون في مصر بعد الاتفاق أن خلاص المباراة مش هتقوم في قطر الفترة الجاية وأعلنوا أن المباراة في مصر لكن هل حددوا الموعد هل أعلنوا بشكل رسمي أن السوبر الإفريقي سيقوم يوم كذا لا ليه بقى المكتب التنفيذ للاتحاد الإفريقي عنده اجتماع يوم 10 ديسمبر القادم في هذا الاجتماع على جدوى الأعمال هذا الاجتماع المهم جدا أجندة متعلقة برزنامة البطولات الإفريقية الفترة الجاية وفتح طلب تقديم البطولات الإفريقية سواء دور الأبطال أو كاسي كونفدرالي النهائي من مباراة واحدة وكذلك ملعب وموعد إقامة السوبر الإفريقي موسم 2020 وموسم 2021 وبالتالي إحنا هنا أمام خطاب رسمي بيقول أن السوبر الإفريقي الاتحاد الإفريقي سيحدد موعده يوم 10 ديسمبر وبالتالي الموعد الذي أعلنه اتحاد الكرة موعد غير سليم وهذه الأخبار وهذه التصريحات التي خرجت من الأسئول الجبلية كانت عبارة عن اجتهادات جاءت بسبب أن الاتحاد الإفريقي كان طلب من الاتحاد المصر بأن السوبر سيتنظم في مصر الموعد المبدئي المناسب لإقامة السوبر في مصر خلال الفترة الجاية لكن تصارعوا وخرجوا في وسائل الإعلام وقالوا موعد لم تكن رسمية ولم يتم الاتفاق معها مع الاتحاد الإفريقي إذن بعد يوم 10 ديسمبر بعد الاجتماع هنعرف موعد وملعب السوبر الإفريقي خلال الفترة الجاية بين طرفي بطل دوري أبطال إفريقي النادي الأهلي وبطل كأسي كونفدرالية الفريق الشقيق نهضة بركان المغربي طيب آخر عنوان معايا وهو متعلق بالخبر اللي الكل النهاردة صحي عليه أو حتى مبارح بالليل الخبر خرج متأخر مبارح وهو بتعديلات تمت في عدد أعضاء اللجنة الخماسية الاتحاد الدولي لقرة القدم من خلال إدارة الاتحادات ودامكم على الشاشة الخبر الرسمي من صفحة الاتحاد الدولي لقرة القدم فيه فقال إن تم مد فترة عمل اللجنة الخماسية من 30 نوفمبر إلى 31 يناير القاضي من عام 2021 وتم تقليص عدد أعضاء اللجنة الخماسية من 5 إلى 3 لكن البيان لم يحدد خلال الشهرين القادمين إيه الخريطة أو الطريقة العمل للجنة الخماسية سواء فيه انتخابات أو لأ ولم يحدد من هم الشخصين اللي هيخرجوا من إطار اللجنة الخماسية لقاية تقلص العدد إلى 3 أفراد فيه كلام كتير جدا لكن طبعا على عهدت اليوم السابع كان فيه تصريح ليه الكابتن محمد فضل قال أنا اعتذرت عن استكمال المهمة لكن بأكد لكم فيه كواليس كثيرة في هذا الأمر مع الفترات الجاية إن شاء الله نحاول نقول لكم الأخبار الجديدة والكواليس الحصرية في طريق إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الفترة الجاية وإن لا يحصل خلال الستين يوم القادمين أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل كلام مهم جدا ولكن في ترند الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي هندخل سريعا ونشوف المحتوى اللي كان موجود عبر السوشيال ميديا بالنسبة لي ترند الأهلي خلال الساعات الأخيرة أول حاجة معنا الصفحة الرسمية للحساب الرسمي لقناة الأهلي على إنستجرام كتبوا النهاردة يوم المباراة الاتحاد السكندري والأهلي الساعة السامنة مساء استاد السويس الجديد نصف نهائي كأس مصر يلا يا أهلي تحدي جديد بالطبع بالنسبة لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة لكن عشان نطمئلنا أكتر على الاستعدادات وجهزية الفريق بنطير مباشرة إلى مدينة السويس الباسلة ونعرف من زمننا فاروق صلاح الاستعدادات الخاصة بفريق النادي الأهلي مساء الخير يا فاروق مساء النور عليك يا محمد كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من أحد بقاع مصر المحروصة الساحرة حيث تمتزج خيوط الطبيعة مع جمال مياه الخليج السويس من أعلى مكان في بلد الغريب يا محمد وآخر استعدادات تفريق النادي الأهلي لملاقات تفريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لكأس مصر بطولة غائبة عن النادي الأهلي أكثر من ثلاث السنوات النهاردة يعني زي ما أنت قلت تحدي جديد وبطولة جديدة النادي الأهلي بيستعدلها إن شاء الله نأمل من ربنا إن شاء الله إن البطولة تحقق هذا الموسم ويكلن النادي الأهلي النهاردة بالانتصار ومن ثم الصعود إلى المباراة النهائية وأيضاً اقتناص البطولة طيب من المكان الرائع اللي أنت موجود فيه وطبعاً قريب من معسكر فريق النادي الأهلي عايز أتطمن منك على الاستعدادات طبعاً في صفقات جديدة ولعيبة كانت معارة عادة من جديد إلى صفوف الفريق الأول موجودين في معسكر من مباراة في مدينة السويس كيف كانت الأجواء داخل المعسكر الانسجام ما بين الصفقات واللعب المعاراة واللعب القدامى والجهاز الفني كل هذه الصورة بالنسبة لك شفتها إزاي؟ والفريق هيتحرك إمتى الملعب المباراة وأعتقد أنت في المكان الموجود فيه قريب من استاد السويس الجديد بالضبط محمد استاد السويس بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي يعني تقدر تقول مش أكثر من عشر دقايق لو نتكلم بقى على التفاصيل اليوم وأيضاً الصفقات الجديدة أنا مش عايز أقول جديدة محمد لأن انت لو شفت حالة الانسجام عند اللعبين سواء بدر بنون أو طاهر محمد طاهر يعني نقدر تقول الصفقتين اللي هو الجداد للنادي الأهلي ما تحسش أنهم يعني ناس بعيدة على النادي الأهلي أو غريبة على لعبة النادي الأهلي حالة الانسجام السريع ما بين بدر بنون مع رامر ربيعة مع ياسر إبراهيم مع عيمن أشرف أيضاً طاهر محمد طاهر مع صلاح محسن مع مروان محسن مع أفشا مع كهربا تحس هي دي روح المحبة وروح الود اللي بتجمع ما بين اللعب النادي الأهلي وأنا عايز أقول لك يا محمد إن واحدة من أهم وأصعب المبارات اللي تحاول تتوقع أو تستنتج تشكيل النادي الأهلي لهذا اللقاء أمر في غايته الصعوبة جداً نظراً لجاهزية جميع اللعبين يعني درنول من المتشاط اللي مستر بيتسو موسيماني في حيرة من أمره لاختيار التشكيل اللي يخوب به هذا اللقاء لو هنتكلم على تفاصيل اليوم محمد النهاردة لعب النادي الأهلي تناولت وجبة الإفطار في تمام الساعة العشرة صباحاً ثم وجبة الغداء كان في تمام الساعة الثانية ظهراً عقد مستر بيتسو موسيماني محاضرة مع اللعبين في تمام الساعة الرابعة والنصف طبعاً مستر بيتسو موسيماني أنت عارف مع وجود مستر بيتسو موسيماني بيبكر شوية بموعد المحاضرة وبيد وقت كافي للعبين بيتحدث مع اللعبين على أهم التكلفات قبل المحاضرة كان مستر بيتسو موسيماني قعد في جلسة منفردة كان قاعد بيراجع بعض الفيديوهات بيراجع بعض الأمور الفنية كده بيدون في الورقة والألم يشوف ايه أهم النقاط أهم الأمور اللي هيتكلم برضو فيها مع اللعبين خلال المحاضرة الفنية من النقاط المهمة برضو محمد النهاردة في مدينة السويس وجود مجموعة من ذوي الهمم اللي كانوا حريصين على التواجد في مقر إقامة فريق الناد الأهلي والتقاط الصور مع العيب الناد الأهلي والجاز الفني وأيضا تهنئة لعيب النادي الأهلي بمناسبة فوز النادي الأهلي بالنجمة التاسعة والبطولة الأفريقية تمنوا للنادي الأهلي المزيد من البطولات إن شاء الله وتمنوا للنادي الأهلي النهاردة التوفيق في مباراة كأس مصر كانت كان مشهد أكثر من رائع والدور اللي احنا دائما بنتكلم عليه أن دور النادي الأهلي ليست رياضي فقط دور النادي الأهلي والدور المجتمعي وحالة الحب عند الزوي اللهم وزوي الاحتجاجات للعيبة النادي الأهلي في مشهد وصورة اندلت فبتضل على روح المحبة والرسالة اللي دايماً بقدمها النادي الأهل يعني إن شاء الله محمد تحرك الفريق للملعب المباراة يكون في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق عايز أكلمك على حالة الجاهزية طبعاً الـ 22 اللعيب الموجودين في فريق النادي الأهل النهاردة زي ما قلت لك واحدة من أصعب المباراة اللي تدر تتنبأ بالتشكيل هل مستر بيتسو مسماني هيلعب بمحمداني في مركز الزهير الأيمن ولا على عرب بدر هل هيلعب بناصر مهر ولا بأفشة هل هيلعب بطاهر محمد طاهر يعني عايز ألهال ببدر بنون والمجموعة من يعني تدر تقول مستر بيتسو مسماني حالة الجاهزية نتمنىها طبعاً تبقى موجودة حالة الجاهزية اللي عند اللعبين أيضاً يا محمد أكلمك على الإجراءات الاحترازية وإن وجود كل لعب داخل في المقر الإجراءات الاحترازية وجود كل لعب في غرفة تشديد جداً على الإجراءات الاحترازية أيضاً المسؤولين وإدارة الفندو هنا حريصة أشد الحرص على تطبيق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعملية التعقيم اللي بتتم بصورة مستمرة سواء في أماكن تواجد أي مكان بتتواجد فيه لعب النادي الآلي يعني المطعم غرف الاجتماعات الجلسات اللعبين كلها أمور مهمة جداً الجهاز الإداري نريد أن أقولك برضو من النقاط اللي أنا لمسها يعني إحنا دائماً بنا شايفينها وبنالمسة الجهاز الإداري أين بمجهود أكثر من رائع أنا عايز أكلمك دور الكابتن سيد عبد الحفيز يا جماعة الموضوع في خاصة أنا محمد وانت طبعاً كنت متمرس في هذا الأمر وبتشوف في هذا الأمر أن دورهم بيبان أكثر في السفريات في المعسكرات الكابتن سيد عبد الحفيز الكابتن مار عبد عزيز الكابتن عمر محسب أين بدور أكثر من رائع يتبقى فقط يا محمد توفيق المولى عز وجل إن شاء الله وإن ربنا يكرم النادي أهلي إن شاء الله النهاردة بالانتصار ومن ثم الصعود إلى المباراة النهية فاروق صلاح أنا بشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات والإيضاحات بصراحة حطتنا وكي أننا موجودين ومتعايشين مع الفريق في المعسكر بمدينة السويس كل التوفيق رب الفريق النادي الأهلي وإن شاء الله نعمل مباراة كبيرة وتكون خطوة والتأهل إلى نهاء الكأس بإذن الله يوم السبت القادم أخرج لفاصل وبعد الفاصل نكملين مع حضراتكم تريند الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد ونستكمل مع بعض تريند الأهلي والمحتوى اللي موجود على بريس سوشيال ميديا عن النادي الأهلي نتكلم مع بعض ونقول الوطن سبورت النهاردة كان بيتكلم على فكرة ده من الحساب الرسمي اليوم على تويتر كتبوا الطريق إلى السلسية الأهلي يواجه الاتحاد بالصفقات الجديدة اليوم السلسية بعد الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا الثالثة هي بطولة كأس مصر طيب نكملين مع بعض أيضا من صفحة يلا كورة صفحة رسمية لها على الفيسبوك نشروا تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري ولا عنوان تغيير وحيد عن نهاية الأبطال أمام الاتحاد السكندري في حراسة المرمى محمد الشناوي خط الظهر محمد هاني زهير أيمن علي معلول زهير عيصر اتنين مساكين أيمن أشرف وياسر إبراهيم أمامهم اتنين وسط ارتكاس حمد فتحي وعمر السلية في الأمام صنع ألعاب محمد دماجدي أفشة وفي الأمام بعد غياب أجياء مرشح أن يكون بديلا له قهربة أو جيرالدو وحسين الشحات في مكانه وأيضا مروان محسن طيب كمان من الحساب الرسمي في الجول أبن المواجهة المرتقبة من الحساب الرسمي على تويتر نشروا مواجهات بين الأهل والاتحاد السكنداري ولكن في كأس مصر قبل المواجهة المرتقبة الليلة 29 مباراة سابقة بين الأهل والاتحاد في الكأس تفوق الأهل في 19 مرة وخسر 6 مرات تقابل في 5 نهائيات تفوق الاتحاد في 3 منها آخر فوزل الاتحاد على الأهل في كأس مصر يعود إلى 21 عام مضت تفوق الأهل بعدها في 5 مباريات وأمنكم طبعا أبرز لعبة من كلا الفريقين سواء الأهل أو الاتحاد السكنداري طيب من صفحة الأهرام سبورت الحساب الرسمي لها على تويتر تكلموا على مسحة كورونا جديدة لخماس الأهل اليوم الخماس اللي كان تعرض بالإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة وطبعا لم يشاركوا في دورة أبطال إفريقيا المباراة النهائية خاصة وليد سليمان وأليو ديانج بالإضافة إلى السناسي الصفقات الجديدة والعائدين من الأعارة أحمد ياسر ريان ومحمد شريف وأحمد رمضان بيكهم النهاردة يخضعوا المسحة طبية وإن شاء الله بكرة تكون النتيجة ونطمئن على حالتهم وجاهزيتهم بإذن الله خلال الفترة اللي جاي نكملين مع بعض أيضا في ترند الأهل والصفحة الرسمية ليلا كورا على الفيسبوك كتبوا الخطيب ملك إفريقيا شارك في البطولات التسعة التي حققها النادي الأهل سنة 82 و87 أحرزها كلاعب عام 2001 المباراة الهائية على سانداونز كان الكابتن محمود الخطيب عضوا بمجلس الإدارة ولكن في الأعوام الآتية 2005 2006 2008 2012 2013 كان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خمسة دورة أبطال إفريقيا في توقيت كان هذا المجلس بيقوده الكابتن حسن حمزي ولكن عام 2020 وفي الختام الأهل يفوز بدورة أبطال إفريقيا وعلى رأس مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب هنا كمان فيه رقم مميز جدا بيخص المدير الفني بيتس موسيماني وهو مدرب للنادي الأهلي سبق لتنين مدربين فقط في دورة أبطال إفريقيا فاز بالبطولة مرتين مع ناديين مختلفين الكابتن محمود الجوهري فاز بيها 82 مع الأهلي ومع الزمالك عام 93 وأيضا كمان الأرجنتيني أسكور فيليناني فاز مع الرجاء كازابلانك عام 99 ومع أسك ميموزا عام 97 لكن بيتس موسيماني هو الرقم 3 في هذه الإحصائية وفي هذا الرقم القياسي بيتس موسيماني رقم 3 لأنه فاز بدورة أبطال إفريقيا مرتين وفي المرتين على حساب الزمالك عام 2016 مع سانداونز وعام 2020 مع نادي القرن النادي الآلف بيتس موسيماني رقم قياسي أيضا مثل الأرقام القياسية التي حققها الكابتن محمود الخطيب كلاعب أو كمسؤول أو كرئيس للنادي الأهلي طيب كمان الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لقرة القدم على الفيسبوك نشروا لقطات من نهاية 2017 قدامنا الصورة مع الوداد المغربي ونهاية 2018 أمام الترجي التنسي طبعا الأهلي خسر المباراتين لكن لقطة رفع كأس إفريقيا مع الشناوي الصورة الأبرز عام 2020 وكتبوا عليها التالتة تبتة الزملاء الأعزاء في السوشيال ميديا للاتحاد الإفريقي بصراحة عاملين شغل رائع جدا خلال الفترات الأخيرة والصور والفيديوهات لتتويج الأهلي تخلد للتاريخ من حصن حظنا في عام 2020 الاتحاد الإفريقي مهتم بالمنصات الرقمية والصور بأمانة تخلد للتاريخ بعد سنوات عن استعارضها لأن هذا الجيل حقق إنجاز طيب جدا طبعا آخر حاجة معايا في هذا الجزء المدير الفني ميتشو المدير الفني المنتخب بازنبيا عبر حسابه على تويتر هنأ بيتسو مسماني مدرب الأهلي على التتويج بدور أبطال إفريقيا وكتب مبروك يا صديقي عندما تحدثت معي في ستمبر الماضي لمعرفة كل شيء عن مصر والمصريين والقرى المصرية والنادي الأهلي تحدثنا لساعات وقلت لك يمكنك أن تكسب فقط ولا تخسر على الإطلاق كل هذا نتاج عملك الجاد واهتمامك بالتفاصيل طبعا رسالة مميزة من ميتشو مدرب منتخب بازنبيا ولكن ليه أعظم مدرب في القرى الإفريقية حاليا بيتسو مسماني بعد إنجازه طيب مع النادي الأهلي بالتأكيد النادي الأهلي بيخلد وبيسطر أرقام وبطالات كثيرة جدا لكن مازال مازال على رأي الأشقاء طبعا في الشمال الإفريقي تونس والمغرب مازال مازال للأهلي بطولات عديدة أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل نفسنا نكملين بحضراتكم الفقرات المهمة في برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والترند العالمي ترند العالمي عندنا في أخبار مهمة بالتأكيد بتهمنا لأن فيها اسم نجمين محمد صلاح والتريزيجي وعملين أداء مميز جدا في الدوري الإنجليزي لكن طبيعة الأخبار اللي معايا النهاردة أول حاجة من الحساب الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدع مليويفة على تويتر اتكلموا على أن محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في فريق العام للإتحاد الأوروبي عشرين عشرين قدامنا طبعا صورة لأبرز اللاعبين المرشحين وفخر كبير جدا للكرة المصرية ولينا في مصر أن طبعا صورة محمد صلاح بتزين القائمة الأفضل لأهم خمسين نجم موجودين في الاتحاد الأوروبي وبيلعبوا في مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدر طبعا يبقى فيه تصويت ويبقى فيه فيوتينج على الموضوع ده فإن شاء الله يكون محمد صلاح ضمن أبرز اللاعبين في الاختيار النهائي طيب الحساب الرسمي أيضا لأستون فيلا على تويتر بيتمنى السلامة لنجمنا المصري محمود حسن تريزيجي بعد إصابته في الرأس بمباراة واستهام بالأمس طبعا تريزيجي كان حصل على ركل الجزاء لكن زميله أولي واتكنس أهضرها ولم يحرز ركلة الجزاء هدف طبعا نضمنا في الصورة سلامات يا بطل ده التغريدة لأستون فيلا على طبعا إصابة محمود حسن تريزيجي إن شاء الله يكون بخير وبالفعل اتمنين عليه بالأمس بعد هذه الإصابة وإن شاء الله يكون جاهز بالنسبة للمرحلة الجاية تريزيجي 90 دقيقة على تويتر بيقول إصابة جديدة في الرأس بالدوري الإنجليزي نأمل أن يكون تريزيجي بخير الحمد لله هو بخير نجم كبير تريزيجي يستاهل ويستحق بأمانة المكان اللي موجود فيها ويستحق أيضا أن يكون موجود في نادي أكبر من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ونعمل بصراحة مباريات طيبة جدا ده كان جزء مهم جدا في العالمي ومتعلق بنجمين كلنا بنعشاههم بمتفرج عليهم محمد صلاح أو تريزيجي طيب مشاركات بقى الجمهور معنا على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل مباراة الأهل اليوم أمام الاتحاد السكندري أبدأ معاكو بمحمود عبد الحنف بيقول الشناوي هاني بدر بنون أيمن أشرف علي معلول السلية فتحي القضية طبعا ما بين قصين مجد أفشة وممكن الشحات مروان أو شريف محمد عبد الرحمن بيقول الشناوي معلول أيمن بدر هاني حمد فتحي أكرم توفيق كهربا أفشة جيرالدو مروان محمد سيد بيقول الشناوي معلول أيمن ياسر هاني السلية فتحي الشحات أفشة كهربا مروان كمان جزء من المشاركات الأخرى عبد الله أبو بكر بيقول الشناوي علي معلول أيمن ياسر هاني السلية حمد فتحي محمد مجد أفشة وحسين الشحات وكهربا ومروان زيادة رشدي بيقول في حراسة المربى محمد الشناوي في الدفاع أيمن أشرف رمي ربيعة علي معلول محمد هاني خط الوسط السلية حمد فتحي وفي الأمام محمد مجدي أفشا حسين الشحاب قهربة مروان محصن دي كانت مجموعة من مشاركات الجماهير وتوقعاتكم لتشكيل مباراة اليوم للأهل أمام الاتحاد السكندري لكن اللافت للنظر إن الناس خلاص ما بينكوا صين وإنت بتكتب محمد مجدي أفشا تقدر تقول القضية أو بالهاشتاج الأبرز طبعا خلال الساعات الأخيرة القضية ممكن بالمناسبة القضية ما بتمشيش أو مجيش إلا في دور أبطال إفريقيا فقط لا دوري ولا كاس ولا سوبر هي دور الأبطال نهائي دور الأبطال القضية ممكن مبروك على كل الأهلوية ويا رب التوفيق بعد ساعات قليلة في مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي في حلقات أخرى من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء